ويقول لنا حتى أنه في برسعيد حوالي 20 ألف فضلوا موجودين رغم التهجير وفي السويس حوالي 5,000 لكن خليني أروح بقى هو نأرخ الكتاب يوم بيوم من 6 أكتوبر وحتى من واحد رمضان لغاية العيد فخليني أسألك بقى فيما يخص تحديد الموعد للحرب نفسه والعمل وسعديني الشازلي لوصول هذه اللحظة الهائلة وهو قيادات الجيش طبعا إن إحنا نعبر بأقل عدد ممكن من الخسائر والشهداء وصلنا إلى درجة مزهلة يعني ناسبة مزهلة إزاي عمل ده كما حكى وكما روا أو كما رأيت أنت في كتاب يعني هو بداياتنا وخلينا أقول أن حرب أكتوبر تحديدا هي نموذج عظيم جدا لعمل جماعي أو إن كان الكتاب عن سعد الشازلي لكن ده لا يعني أبدا إنكار أي جهدة أو دور للقاضة باقي القاضة سواء العسكريين أو القاضة السياسيين بما فيهم طبعا وعلى رأسهم الرئيس السادات وتنفيذ خطة الخداء الاستراتيجي وطبعا كلنا نعلم خطة الخداء الاستراتيجي إزاي بدأ بتحديد موعد وهمي في مايو في البداية ودفع العدو أنه هو يتأهب عسكريا ثم لا يجب شيئا وتقرر الأمر مرة أخرى في سبتمبر ثم في اختيار يوم 6 أكتوبر وهو قطعا يعني الاختيار لم يكن من اختيار رئيس الأوروكين وإنما هو اختيار القائد الأعلى لقوات المسلحة بناء على المعطيات المعطيات بشكل عام لكن هو سعد الشازي وبالتعاون أو بالمشاركة مع القيادات السورية برضو قيادات العسكرية السورية هو سعد الشازي بيقول أكثر من مقطة مهمة أو المقطة مهمة بيقول أن حتى عام 71 لم تكن لدى مصر خطة هجوم أو خطة عبور كانت الخطة القائمة هي خطة دفاع تسمى خطة جرانيت وده كان يعني حتى محل استقراب عنده إزاي إحنا من 67 لم تتوضعش خلص أي خطة للهجوم على العدل فوضع في البداية خطة المأذن العالية ثم طويرت مع باقي القادة هل كانت المأذن على القباب والذي ترجمات إنجليزية هو الترجمات يعني تبقى لنص مذكراته المأذن العالية يعني المأذن العالية حذقت تعلم إنه مذكراته كتبت في البداية باللغة الإنجليزية وترجمت للغة العربية عشان كده يمكن عشان كده تتعلم عن القباب العلم فطورت بعد ذلك إلى بدر إلى الخطة وهو كان عنده النفس الصوفي ده في طول الوقت يعني مأذن علي مدر في نفس الوقت الله أكبر يبقى الشعار ويعتمد ويستورده أنا أعتقادي إن ده كان ابن المرحلة المرحلة كلها في ذلك التوقيت كانت مرحلة فيها طابع ديني طابع ما يعني سواء عنده أو حتى عند باقي يعني المؤسسات والجهات ويمكن ده كان مثل حافظ الإيجابي آه يعني منعكس من الشارع نفسه يعني لكن هو يعني طبقا حتى لتحليل معظم من تناولوا الحرب من الكتاب يعني مش المصريين في الخارج إن رجال الحرب كانوا أفضل ثلاث رجال بالفعل في القوات المسلحة الفريح مسمعيل والجمصي وسعد الشازلي قائد العام ورئيس الأركان وقائد العمليات والمفارقة المهمة والمعجزة أن هؤلاء كانوا قاضة في 67 فمعجزة أكتوبر حقيقة أنك تحول قاضة أو بشر شاركه في هزيمة ثقيلة جدا جدا إلى قاضة ينتصروا دي كانت معجزة طبعا يعني سعد الشازلي كان في اليمن يعني ما كانوش حاضرين المشهد بقوة لا هو في 67 لا لا كان في سيناء وكان قائد فرقة خاصة وعمل مغامرة عمل مغامرة كانت غريبة جدا جدا هو من البداية هو شخص استثنائي خارج عن الأفكار التقليدية يعني في 67 انقطع الاتصال في 5 يونيو و 6 يونيو بدل ما ينسحب زي بقية الفرق اتجه الاتجاه المعاكس فدخل حدود إسرائيل بالفرقة بتاعته وقعد ثلاث يام يعني بعيدا عن الطيران الإسرائيلي يعني كان هو من الهروق يعني التجنب القصف بتاع الطيران فهو كانت أفكاره غير تقليدية وكان فيه حتة مهمة جدا جدا فيه الاهتمام الشديد جدا بالتفاصيل ووضع كل الفروض العملية هل يرجع للتفاصيل؟